مرحبا يا طيكل هافية المحاضرة هذا ستكون عن الصداع وانواعه كبداية للصداع لو بدنا نعرفه هو تقريبا اي وجه الواحد يحس فيه فراصة ومن هانا فيه كثير خلينا نقول امراض يعني احنا حندخلها تحت مسمى هدك لكن للوهلة الاولى يعني بعد ما نشوف شو طبيعة المرض هي اصلا مش هتكون صداع فخلينا نبلش فيها طيب الصداع يعني خلينا نقول هو اشي برضو كومن يعني احنا بمصدى مما متنامش كويس بتصدى راسك بسي رتوجعك اه لما بتزدائك راسك بتصدى يعني مش اشي ما مر علينا كنا مجربين طيب اه طيب السبب الهذا لما يجي واحد بيحكيلك انه بيشكل من صداع هو مش خوف الاساس الصداع هو خايف انه في عنده مشكلة فمخه يعني خايف انه مشكلة يبرين عموما طيب لذلك انت لما بكتجة تتعامل مع مريض شخصت بنوع ميل من الصداع بدك تفهمه شو هذا الصداع وشو طبيعته وهل فيه ورائي شي secondary cause ولا هو من الاسباب البرايمير اللي هنحكي عنه كمان شوي طيب لسه كل نوع من انواع الصداع تقريبا اللي هي حيفرق او هنميز بناتهم غالبا عن طريق الهيستوري مش هنلجأ لا للبات ولا اه يعني شغلات تحليل ولا حنلجأ لصور طيب احنا متى حنلجأ للشغلات الثانية لابراتوري ولا كذا اذا شكينا بنوع معين من secondary causes طيب اصلا ما شو بقول انا قصدا primary or secondary اذا الصداع مالوش سبب والمشكل هيك انه بس مجرد وجعه بدون سبب واضح هذا حسميها primary واذا كان الصداع secondary or cause معين حيكون secondary ببساطة يعني طيب في ال primary هذيك انا مشكلتي منصودة نفسه وما في اي مشكلة ثانية بس نيجأ لانواع على الشغلات الباسمية primary هتفهم وقصدي طيب 90% من حالات الهذيك هي بتكون primary يعني تقريبا نفس فكرة هاي بارتينش طيب ال primary هذيك مش live threatening وبالعادة هي بس تعتبر morbidity يعني هي بس مرض وحتركتشف كمان شوية ليش تمثل 90% لانه في نوع صداع يكاد انه كلنا اجعنا اصح نعرف ايش هو اما السكندرا هي تقزام حكي انا هو صداع سكندرا ليشي ثاني وهذا الاشي اللازم عمله diagnosis must be diagnosed واللي عادة تمثل 10% من اسباب الصداع لانه دائما من حكمة ربنا دائما الشغلات اللي لحد ما سيئة رير او بليل يعني طيب لانه هتلقي كمان شوية ان السكندرا يكوز هذي كلها بله وسودة طيب السكندرا هي ديك ممكن تكون life threatening يعني مهدد لحياة المريض وممكن تكون معها مشاكل Neurological مشاكل Neuro كمان شوية برضه انا ما نعرف اش انواع هنحنفها مش هو المقصود بهذا الكنان طيب اول واحد من انواع primary هذيك هو المايجرين او الشقيقة او الصداع النصفي حس اول شغلة اول نحفي فيه مش اسمه صداع نصفي يعني بيجع جيها واحد من الراس اول معلومة بدك تحطها في بالك انه ممكن يكون بالاترال تمام طيب هسا المايجرين هو chronic disease يعني تقريبا زي وزي الضغط والسكر يعني متى ما تشخص فيه يعني يحضر لك تاخذ العدوية يعني مش هيروق في المرض حسا ممكن يصيب عشرة بالمية من الناس يعني هو مش common كثير يعني هذه الفكرة فيه بالعادة هاذا بيصيب الفيمية الاكثر فالمايجرين حتى عشان ما تنسى مايجرين مارغريتا هيك تخيل اسم فيمايج بالعادة بصير مع اليونج 苓 فيميل ب introductions hat ה� nan بهθεvalue اللي فترة اليونج ايج يعني يعني مش هيجيني واحد عمرو سابين سان مصدى حتفكر لي بميغرين لو كان دي شخص ميغرين كان صار قبل يعني طيب وهنا بحكين انه الانسيدنس بالنسوان اكثر اه وفي الاطفال ما فيش فرق يعني الميل وساول في ميل طيب حسا في بعض الناس اللي ممكن يكون في عنده بمبوزة بالحال هذي بكون اوتوزومة دومينينت اسا حط قاعدة في بالك عشان ما تنسنوا عن الوراثة يعني هي بحس هي حكم ربانية وحنشوفها كثير في الامراض الباطنة اذا المرض كان بيهدد حياة المريض هتلقى رير يعني تلقى اوتوزومة رسيسيف يعني لازم يكون امك وابوك جيناتهم الجوز ضاربة عشان انت تيجي يضارب عندك الجين هذا ويصير عندك المرض هذا لكن دومينت جين واحد يكفي يعني امك او ابوك يعني الى حد ما بكون كومن اكثر اذا كانت الشغلة مش هتهدد حياة المريض هي بتكون بالعادة اوتوزومة دومينت واذا كانت لا تهدد حياة او اذا كانت تهدد حياة المريض لا اذا كانت تهدد حياة المريض رسيسيف وتوزومة رسيسيف وتوزومة يعني محمولة كروموسوم جسمة اللي هنال 22 كروموسوم ورسيسيف او دومينت حسب قدش بتبك جين عشان انه يظهر عندك الصفة هاي رسيسيف يعني الجينين امك وابوك اما دومينت لا واحد منهم امك وابوك وعيد مرة ثانية بالعادة اذا كان المرض لايفي ثريتنينج بيهدد حياة المريض بكل رسيسيف ناذر رير واذا كان لا يهدد حياة المريض هتلقى انه توزومة دومينت يعني مثلا في مرض اسمه مرضين مرتبطت بالجوندس الصفة هما سندروم بصيره عند الاطفال واحدة اسمه جلبرت سندروم هاذا اشي بيناي فبالتالي بتكون اوتوزومة الدومينت او كسلنك الدومينت والثانية كريغلار نجار برضه بتكون جوندس بس بتكون فيها سيئة يعني انه ممكن يكون فيها مينتر ريتر ديشن وكذا ففي ضرر سيئ كثير على المريض فهذا بتكون اوتوزومة رسيسيف او اكسلنك الدرسيسيف زي هي كنتوا دائما اعرفوا الشغل يعني انا هذا الشغل مرايحان كثير بس احكي للمرض شو طبيعة اعراضه بقدر احدد لك اعرفنا على الوراثتاته يعني انه هي كأنه من حكمة ربنا يعني طيب باثوزومة ما يمشي كثير بنعرفه هما بالعادة رابطينه بنظرية السيرتان عن ثيوري الفكرة انه هذا تقرى فيسل بيقولك بيقولك انه بكون لسبب ما عندك فازو كونستريكشن والفازو كونستريكشن هذا بيصير له فتيج بعد فترة يعني الفيسل من كثرة مهو كونتراكتد بعد فترة بيصير له فتيج شو بيصير عندك فازو دايليتيشن لما يصير في عندك فازو دايليتيشن زي كأنه بيزداد الانتركريني البريشر فبتحس بصداعه هذي هما النظرية اللي بيفسروا لك إياه نو ليش بيصير عندك البرايمري طيب هدك فالبرايمري احنا زي ما حكينا هما المشكلة مش في لها سكندري كواز يعني مش سكندري لمرض معين تمام طيب 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 الهدك كنوع صداع اللي بيميزه بالعاد انه بيخذ نصف الرأس او نصف جهة معينة ومن هنا اصلا جعل اسمتها بس زي ما حكينا ممكن يكون بايلاترال طيب الصداع هذا المايجرين هو كاد النوع الوحيد اللي بتميزه صلفة النوزية والفومتينج في اثناء نوبة الصداع والفوتوفوبيا والفونوفوبيا بمعنى فوتوفوبيا بمعنى انه الضوب يضايقوا يعني بقدرش يطلع على الضوب بقدرش يطلع في الشمس وفونوفوبيا لأ الصوت العالي طبعا كلمة فونوفوبيا لحد ما مش منطقية لانه انت لو بدك تفكر فيها اي واحد مصدى اي نوع صداع بتضايق من الصوت العالي بس خليها في بقلك يعني فونوفوبيا وفوتوفوبيا والنوزية والفومتينج اذا كثر شي مرتبط بالمايجرين هسا المايجرين الى حد ما إلو تريقر يعني فيه شغلات بتحفز حدوث نوبة المايجرين نفس فكرة الصراع يعني زي ما الابلي بسي إلو تريقر معينة لما بتصير عندك نوبة سيجر بردان نفس الفكرة تصير فيه شغلة بتحفز نوبة المايجرين ممكن تكون emotional يعني stress طبعا انت في الأردن فهذه يسلوب حياة يعني ممكن تكون اشي physical زي قلت النوم يعني قلت النوم ممكن تعمل لك صداع dietary طبيعة الاكل فيه اكل معين بحفز حدوث الصداع زي الشوكولاتة مثلا او الجبنة environmental اللي هي الى حد ما يرها دخل في طبيعة الشغل تاك يعني ممكن انت بتشتغل في طبيعة شغلك فيه اصوات عالية زي حداد او نجار يعني هذه الاسوات العالية اسلوب حيامك يعني في شغلك او medicine في بعض الاديو بتحفز حدوث الصداع زي oral contraceptive يعني حبوب منها نحمل لو بدك تيجي لها تجمعها انذكرة مرتين لها تديت هسا اول مرة مع الhypertension وهسا احنا بنذكرها مع المايجرين انها ممكن ترفع الضغط وممكن انها تعمل المايجرين فبالتالي انت حتفهم انه الاورال contraceptive ممنوعة من مريض الضغط وممنوعة لمريض المايجرين انها تريد قرأ له طيب شو اللي بيميز هاذا النوع الصداع اول اشي طبيعة الوجع بيصف لك اياه المريض وكأنه اول اشي على جهة واحدة بس زي ما حكيانه ممكن يكون بايلاترا بالسطايل او ثروبين بمعنى بحس انه في الوجع في اشي بنبضجه وراسه او زي كن واحد بضره في راسه فشاكوش هاذا مصطلحات كثير بنسمحها مع الناس اللي كانت عنده مايجرين هسا بالعادة هذولا مش هتشوفهم في القسم تاها الباطنة اكثر اشي هتتعامل مع الناس اللي عندها مشاكل الصداع هذي لما تدوم النيورو ميديسن اللي هو باطنة اعصاب او جراحة اعصاب عموما بس اكثر اش هتسمع عنهم في النيورو ميديسن طيب بالسطايل وزي ما حكيانه اه يوم ممكن يكون يولي لاترال الواجع ممكن مرة تستمر لمدة يوم بس في شغلة هذي كلمة وان يوم لحده ما خطأ لانه ليش كمان شوي حس في جدول مقارنة بين انواع الصداع هنمر عليه هحكي لكم قصة انا بخصوصه نوزي يوم تنقو زي ما حكيان عنه يعني من كثر ما هو الواجع شديد مرات انه ما بيخليك تقدر تعمل اي شيء طبعا هذي هتختلف من انسان لانسان شدة الصداع هتختلف من شخص لشخص مش كلنا بالضرورة نكون نفس الشدة انه كول على الاخر بتحكي بين فطبيعة انه انت كيف تتعامل مع الواجع برضو بتختلف غير عن الشدة يعني في ناس ممكن تلقاها بتتحمل المر وعادة تلقاها عايشة وفي ناس مجرد نخزة بتخليه موت ينام في الفراش عادي طيب حس المدة تاعته ممكن تستمر من اربع ساعات لثلاثة يام واذا استمرت لثلاثة يام هاي بنسميها status migranus status بمعنى ثابت وماغرينس لانه migraine طيب شو اللي بيزوده اللي هي الشغلات المرتبطة بالفيزيكال زي ما حكيانا قلت النوم كثرة المجهود عموما زيكا زي ما حكيانا فونوفوبيا فوتوفوبيا وممكن واحدة من اسبابه الهايبر اكسايتاشا للنيرفل سيستم نفس تقريبا فكرة الإبيليبسي طيب طيب فينكمل الماي جرين بنقسم على حسب هل هو معه أورا ولا لا لا نوعين إما واذ أورا الأورا المخصوط فيها انه قبل نوبة الصداع انه الشخص بيصير مع شغله بتخليه يفهم انه هس كمان شويح جيك نوبة صداع والأورا مش هتنذكر غير مع الماي جرين ومع الإبيليبسي انه مثلا قبل ما تيجي نوبة الماي جرين بيقولك انا شام ريحة كوشوق محروق يعني ممكن تكون سميل يعني سينسوري وسميل مرتبطة بالشام ممكن يقولك لا انا حاصل طعم غريب مثلا قبل ما تيجي نوبة الصداع فهنا بتكون مرتبطة بالكستاتوري مرتبطة بالتضوط وممكن تكون يقولك انه انا باشوف فلاشاتي في عينيه فممكن تكون فيجوال فهي العامل المشترك بناتن كلمة سينسوري طيب ليش قصم بتصير الأورا نذكرين سلافة الوازو كونستريكشن اللي كنت بحكي عنها هاي هس الفازو كونستريكشن عن كمية الدم الواصلة المنطقة معينة من اللي برين قليلة فبتصير تتراكب الميتابولايت في المنطقة هاي في اللي برين فزيك انه هاي الميتابولايت بتعمل إريتيشن أو تنشيط لهاي المنطقة فلو بدي افترض لو بدي افترض انه هاي المنطقة اللي بنحكي عنها هي المسؤولة عن الفيجن هي اللي صار فيها الفازو كونستريكشن فبتصير عنده سلافة الوازو كونستريكشن و لو كانت المنطقة المسؤولة عن الصمع فممكن تكون انه او دوتري و لو كانت المنطقة مسؤولة عن الشام فهي اسملي الى اخيرها شغلات زي هيك طيب فيه ميغرين وذ اوت عورة انه اصلا المنطقة اللي صارت فيها الباز بيكون داخل بالسنسيشن عموما وهذا اصلا يعني الموس كومون عشان يعني الميغرين الشغلات الشهيرة بخصوصه هي الشغلات الليست كومون يعني انه بيكون يوني لاترال مش بالضرورة وانه معها اوارة برضو مش بالضرورة طيب وفيه ميستر والميغرين انه هذا بيسير مرتبط بالميستر والسايكل وهذا بسبب تغييرات الهرمونية عند الفيميل عموما هذا ما تجيب ليه سيرته عند واحد ميل طيب استيتس ميغرين نصادة لما يظل لحد ديه ثلاثة ايام نوبة الصداع نفس واحد بنفس الطبيعة تعته الثروبين وبلسطايل ومش مخلينا قدر اتحرك وانه مش راضي يخف طيب طيب وفيه مرات ممكن الميغرين المنطقة اللي صارت فيها فازو كونستركشن هي المسؤول عن الموتور اكتيفيت او الحركة فبتلقى انه في اثنان نوبة الميغرين الشخص بيصير عنده هين بلاجة بالمعنى ايده ورجل وجه بنشال عنده زي كانه دخل في استروك بالنظر برضو نوع رير من الميغرين ما عمر ما شوفناه بس المكان موجودة هنا في الكتاب فهو الميغرين انت اصلا ممكن تفهم عن نوعه بنانعه هو من وين طالها يعني اذا هو كان فيه عنده مشاكل فلاش لايت بحسها او بشوفها انت بتفهم انه نوبة الميغرين بيصير في منطقة مسؤولة عن الرؤية زي في الاكسيبيتال لوب واذا كانت الشغلة مسؤولة عن الشام او التضوق عموما فهي هتكون مشكلة في التمبرال لوب لو كانت الشغلة فيها شالل وما شالل هتفهم انه البازو كونستريكشن هذا بيصير وين في الفرونتال لوب لانه هي الجزء الموتور من اللي برين طيب مقارنة سريعة بين الويد او را ويد اوت او را الويد او را هو الموس كومن والاتاك بتكون بالعادة من اربعة يعني بها الثلاثة ايام ما فيها ايش جديد وبالعادة بكون يوني لاترال بس ممكن يكون باي ونفس المميزات او هتل هو النوازجة ووما تنقل فونوفوبيا لكن الويد او را او الكلاسيك ممكن يكون معه سينسوري دستيربانس اللي يكون ابنحك عنها اشي مرتبط بالشم اشي مرتبط بالحركة اه وممكن تنميل يعني هي ممكن تكون سينسوري يعني مش بس الحواسة الخامسة سينسوري عادي يعني بيقولك فاتناو نوبة الصدر بحس فيه شي بمشي عيدي او بحس بخدرانة في لي او بحس ايدي ثقيلة بارستيجة هيك او هيمي باريسيز او ديسفيزة او بتقرشي حكي ازاي كانو صار عندو ستروك حرفيا طبعا هذا يشكلينو من ناعمة ربنا ودائما ما تنسووش دائما الشغلات السيئة هي الاقل والشغلات الاقل سون هي الاكثر طيق مايغرين بيسموه الاكثر من ستيج برودروم برودروم اللي هي الكم يوم اللي قبل نوبة الصداع ممكن يكون الشخص فيها متنشط ممكن يكون الشخص فيها تعبان بعدين فترة الاورا اللي هي قبل مايغرين في فترة بعدين بيسر عندك الاتاك تحت الصداع نفسه بعدين البوستردروم اللي هي بعد نوبة الصداع وانا الشخص ممكن يطوب فيه التياب دي بريست طبيعي يعني انت طول الثلاث ايام مثلا وانت عندك صداع عاكيد مش هتكون مبسوط بس في بعض الناس عندها بارادوكسيك يعني ممكن تلقى بعض نوبة الصداع مزهزة مبسوط طيق فمن خلاص المايغرين عموما هو وجع بيكون عجيها واحد بالعادة الموس كومن انه يكون بدون اورا بيحس بوجع ثروبين كزي كانو فيش بنبض في راسه ومع نوزيا وفومنتينج وفونوفوبيا وفوتوفوبيا هذا اول نوع من انواع البرايمري هدك النوع الثاني هو التنشين طيب طبعا هذا الموس كومن طيب هو في هدك وهذا تقريبا ما في حدفين اللي بصار معاه اللي هو بتحس المنطقة هاي فروة الراس اللي عندك هذي اللي عليها شعر هاي المنطقة هذي اكبر يعني ممكن اوصف لك اياه انه بحس الوجع على المنطقة هاي اللي عليها شعر طيب وبمثل 80% ل 30% من انواع الصداع او مش 30% ل 80% هو الموس كومن 30% ل 80% هذي انه 80% من الناس ممكن نصير عندها يعني احناك لما كنا بنحكي انه البرايمري كوزوفيريك هي الموس كومن لانه فيها هذا النوع اللي هو اصلا يعني اكاد ما فيه واحد فينا اللي هو صار عنده بالعادل بروح لحاله يعني احنا نادرا ما نلجى لصلافة الادوية في الصداع هاذا ولو بدك تخذ له انه بجاوب معك يعني مش بالضرور انه يخليك تروح على دكتور زي اللي قبل المايغرين طيب ممكن يشوه على شيك الابيسود التكات يعني بروحه بيجي ممكن يصير اه كل يوم او يوم بعد يوم يعني زي ما حكينا فيه خير الله في الموضوع هاذا طيب مرات بقول لك انه انه ممكن يكون مرافق معاه للمايغرين يعني طبعا اذا بكون حظه نحس يعني بخلص من نوبة الادتك تحت المايغرين من هنا بخش في تنشتها طيب كيف طبيعة وكيف بنواصف زيك انه في شي ضاغط بس ما فيه صلافة النبض تحت المايغرين طيب يعني باخذ راس كلها بايلاترال وبالعادة بحس تندر في المصل انه السيرفايكل يعني بحس تقريبا في واجع في رقبته او في التيمبورال نحيط ذنو او فرونتل او البوستيرير نيك مصل يعني هنا انت ممكن ارهاق عضلات الرقبة ممكن من الشغلات اللي بتعملك تنشين هدك زي ما تظلك حاليا وتحضر المحاضرة ومطم راسك لفترة طويلة ومصدح السمرة المحاضرة برضو طيب ما في معا لا نوزيوف ولا ولا فوتوفوبيا ولا فونوفوبيا فبرضو هنا موضوع انه شو الشغلات اللي مش عند المريض بساعدك في التشخيص برضو ممكن يكون فريقونت وممكن يكون انفريقونت يعني ممكن يتلقاها هيك كل يو ممكن كل صبور ممكن كل شهر كل واحد وهو جسمه عاد وبالوضع الطبيعي الفيزيك الاكتيفيت اللي انت بتعملها يعني لو بدك تشتغل ما بتأثر عليه يعني ما بتزوده وبتخلله على عكس المايغرين المايغرين كنا بنحكي عنه يعني بتخليك انه متى منشي شي من الوجه فلو بنعمل مقارنة سريعة مين كان اللي ثروبينج مين اللي كان بايلاترال اكثر وبريشر لايك التنشين طيب هيديك بس مرات ممكن يتزانخ عليك ويحكي لك يا بدل ما يقول لك بريسينج او تندر مصل يقول لك لما ييجي ما الشط بحس بوجه نفسه دي شي يعني انه تندر شو المقصود فيها واجعة مع الملمس انه قول لك لما جانه ما الشط بالذات اذا كانت في ميل يعني بتحس بوجه يعني واحد من اسباب الشغل هاي هي تنشين طيب هيديك طيب النوع الثالث منه الصداع وهذا اتوقع اسمعته قصة سبيد اليوتيوبر اللي دائما هاذ بحتب انه يطلع مارونالدو انه من جديد اتشخص فيه كلاستر هيدك عشان تتذكره انه هو مرتبط في المية يعني بس الكلست هيدر بالعادة بيصيب الميل عكس حكيان هاذك بيصيب الفيميل طيب عسه هو تقريبا من نفس فكرة المايغرين انه صداع شكل الاتاكات من هان جاي كلمته كلاستر كلاستر بمعنى زيك انه صداع بيجي هيك وارا بعض وارا بعض وارا بعضه بيختفي زي عنقود العناب بتوكل بتوكل فيه لحديث ما يخلص بعدين برجع بتجدد مرة ثانية فالأبسودي كلاستر بيقول لك هاي انه هذا الموسكومن انه تسعين بالمية بتقعد من شهرين لثلاثة وبترجع بتختفينه مثلا سنين او اشهر بعدين برجع الاتاك مرة ثانية طيب الكرونيك كلاستر هاي هذا انه بيقول لك لا على نفس واحد لا سنة لا سنتين ومتواصل وارا بعضه ما في انه بيختفي سنين او اشهر وبيرجع وكلهن لو بنيجي الهن كنظريهن برايماري براين هاي ليش بتسير بسبب نظريه السيروتون هاذه فالحد ما هتلقى العلاجات متقاربة بالذات بل الكليستر والميغرين طيب شو الفيتشر بالعادة انه بكون على جهة واحدة وحوالين العين هذي مميز يعني حتى العين في اثنان الفترة ممكن انها تكون نافخة وبالعادة بكون مرتبط معي شغلات مرتبطة بلتراجي من النيرف زي انه مثلا انفه بسيل يعني بتلقاه في اثنان قوة الصدع كالتالي واجه حوالين عينه وعينه نافخة وحمره وأنفه بسيل هاذا من الشغلات اللي بتميزه وهذا كله طبعا على نفس الجهة العين والنوز على نفس الجهة لكريميشن عينه بالدمع رأي عين ورية أنف بسيل او محتقن ميوسز وتوسز ويوسز 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 يوجد من العين واقع يحتسبه سوف يأتيك صورة إليها أو فيديو لسعفين نفسه في اثنان المادي محاة المحاة فأن الحصول انه نفس الجهة حمره لكن هذا لك الذي عند الناس السود سيبينه لكثير يعني هذا لو أحد أبيض فممكن يبين عليه وفي جهة حمر اكثر من جهة خلينا افرجيكم الفيديو بتاع سبيد اظهر سبيد اليوتيوبر اي طلعوا في جهة من وجه والعين فيها نافخة وطبعا في هاي الفترة كان سبيد هاذا لما كان بنزل فيديوهات كان بيحكي لك انه حاس عارب يموت من كثرهم والوجه شديد احنا دائما عموما كمان بالعين في كل شيء لما بجينا كل شيء لما بجينا كل شيء بجينا كل شيء سيء يعني في الثيرويد كل شيء في الفيميل كومان لما جينا عند انيال شيء في الثيرويد اللي هو الانابلاستيك كارسينوما في الثيرويد احنا بلعناه طيب فنعمل مقارنة سريعة بين الثلاث انواس وضاع السريعات اول شيء المايجرين لما بيجي بدي يبلش مشيكة بيبلش خلينا نقول مباشرة على اسوأ شيء بيبلش جراديوال عشانه في الفيميل لو انه ميل تطلع على الكلاستر بسرعة بطير عنده اخي حتى في الأمراض احنا بلعنا في التنشن برضه نفس الفكرة الغراطية طبعا supplied most common يعني شيء كويس انه يكون الى حدي ما gradual بزيد مش مرة واحدة بيطيك هيك انه مجال انه تلحق تتعامل مع الموضوع الميجرين يعني الى حدي الماء خفيف يعني ممكن يقضل ثلاث ايان التنشن ساعات الكلستر كونه شديد فهم الرحمة ربنا انه بكون ما بتعداش الثلاث ساعات طيب الـ Quality طبيعة الميغرين Throwing انه بحس انه في شي ناضب في الـ Tension زي Pressure او Tight في شي ضاغط في الـ Cluster بحس انه زي في واحد بيحرق او بيطعن في المنطقة اللي حوالينا الان فهو وجه شديد جدا طيب Location الميغرين Unilateral او Bilateral الـ Tension دائما Bilateral الـ Cluster عجيها واحدة حوالينا الان الـ Severity اكتر واحد فيه من طبعنا الـ Cluster والـ Autonomic Symptom ممكن تكون مع النوعين بس اكتر اشي مع الـ Cluster زي ما شفنا Autonomic Manifestation Myosis جف نواقة Congestion Lackremation طيب النوزيا والـ Vomiting مع مين بتكون؟ مع الميغرين Phonophobia Photophobia ميغرين مين اللي اللي تريجر؟ الميغرين طيب العراضي الثانية اللي زي الأورا او الـ Neurological برضو مع الميغرين عموما طيب سريعا مين اللي كان مع الميغرين Cluster مين اللي كان مع الميغرين مين اللي كان مع الميغرين دائما انه دائما نربطوها بالناس يعني أنا هذا لما شفت Speed متشخص فيها خلص هو Speed أصلاً ميغرين فخلص ارتبط دائما في بالك قصة الميغرين انه في الميغرين والميغرين في الميغرين في مين والتنشن في كلنا من انواع الهدك اللي هنا حتتجى انه في شغلة بيتميزوا فيه وراء مصيبة طيب أول واحد انه يكون سببه Enfection يعني بعبارة ماخرة يكون الشخص نفلوزة وعندهم فلوانزة وكذا وهذا بتوقع اخف واحدة فيه لأنه لما الواحد فينا يرشح ولا يمرط بصدع فهذا لحد ما اسكب يعني مش كثير مهمة بالعادة انها بتكون مع فيرال انفكشن لنوصلنا اسباب الامفلوانزا والرشحة ومو من هي انفلوانزا فيرز اللي انت نازلت قدح فيها الطالع وننازل مضاد حيوي طيب من هنا خلينا نقول بيبلش الحق المهم اللي هي الريماتولوجيكالكوز ريماتولوجي يعني اوتو اميون ديزيز طيب نيجا عند السكندريكوز وفهدك وهانو اللي هو زي ما حكينا صداع بيكون سكندري ليش معين ممكن يكون انفكشن ممكن يكون مشكلة بلوت فيسلز تراوما اوتو نيون ديزيز هاموريت انهم فيه مصيبة وراء عموما طيب اول نوع اللي هو الانفكشو هسكوزز يعني انو لما انت ترشح اوسر عندك انفلوانزا بتصدع هذا اشي طبيعي يعني هذي مش خلينا نقول حنا طيه اهتمام لانو اذا لحد ما صداع خفيف اول ما تخفى الانفكشن بروح لحاله من هان اللي ببلش الحكي اللي هو الريماتولوجيكال كوزز اللي هي الاوتو اميون ديزيز كوزز ومثال عليها هو اشهر مثال هو الجاينت سيل ارترايتس اللي هو الالتهاب اوعية وجاينت سيل نظه نسبة لانو الخلائل اللي بلقواها في الهزتوباثولوجي انو بكون حجمة كبير ايه اول اسم الثاني تمبورال ارترايتس لانو بكون اكثر اشي بصير في التمبورال ارتري اسا كمان شوي بفرجيك كيف الكليمكالسيناريو اللي ما بتوني تشوفوا عليها طي شو الاعراض اللي بتكون مرتبطة معها خلينا احكيها على الصورة اللي هتكون اسهل شوي كتفسير طي حس اول شغلة بالعادة انو بكون هو اولد ايج شوي بكون عنده تمبورال ارتري بارز زي ما هو شيء مبين في الصورة هذا شخص هيجي يشكيلي من كذا الشغلة الاولى انو كونه في عندي انفلميشن هو اسمه جانس الارترايتس يعني فيه انفلميشن في الارتري بتكون المنطقة هاي تندر فبيقول لك انو واحد من السنوريهات انو بيقول لك لما يجي يمشط ولا يلمس المنطقة هاي بتكون تندر ما اعتجبنا سير تندر ما انا مو واحد يمشط مع التنشين طيب هيريك لو حكيناها انو واحد اولد ايج مع الاراضي اللي احنا حكاها كمان شوي بشك في الجانس الارترايتس طيب الجانس الارترايتس هذا فيه شغلات ثانية حتكون منطقة معها شايفين الجلد المنطقة هاي بس موضع الوجه كله اصلا يعني الجلد متصل مع بعضه فاي حركة في الوجه حتحسسك انو الصداع بزيد او الوجع بزيد بسبب الشغلة هاي فلو واحد بيحكي او بيعلك بيقولك انو مع الماضيغة او لما ييجي يحكي الوجع بزيد اللي هي جو كلاوديكيشن جو معناها الفك كلاوديكيشن وجع يعني كل ما يحرك الفك تاو بتوجعه وحيقولك انو لما اجي احكي لما اجي ابلع لما اجي اوكل لانو هاي الحركات فيها كلها حركة للفك طيب جو كلاوديكيشن او تندر هس التمبرال الارتير هذي بيغذي شوي من الفيسل بتاعته هاي اللي بتغذي الريتنا او الشبكية فكونو في التياف الاولية هانا ممكن ييجي في اعراض فيجو هال انو يقولك انو في عنده ديبلوبيا بيشوف الشغلة انتين او بلايرد فيجن بيشوف غباش في العين هاي ومن هنا اصلا هو لازم يعني هذا يعتبر من الريدي فلاق جاين سيل اقترايتس لانو انك لو ما تعملت معاه فورا جلطة حتخليه يفقد نظره ومن هنا هو الخوف طيب شو مداسمة انو هسه اوتوميون ديزيز اوتوميون ديزيز بالتالي انا بتعمل معاه مع كورتيكستيرويد بعطيه بريدنزولون طيب يشخص القولد الستاندارد له بايوبسي انو باخذ بايوبسي من الارتري لكن اذا انا اصلا شكيت ان هو جانس الارتريتس حللش معابل الالاج مباشرة مش هستنى نتيجة البيوبسي يعني هذا البيوبسي انو كونفورماتري بعدين طيب 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 احنا اللہ احنا عكينا عنو Greek fui عندى بكون التيمبرماند sits في ماجهة الموجه في ماجهة جو كلاو来دكيشن نستليجها تنجر في المنطقة هاذا اللى ironically الموفلwelling محل المكان الل行ب كونه الى حد ما الوتوميون ديزيز جاءت عبر سيستيماتيك ديزيز و كرونيك ديزيز هيكون عنده الاعراض الكرونيك هذي اللي هي نايت سويتينج و ويتلوس فاتيج بس كونه الانفليميشن هلاقي الاريثروسايت سيبنتيش الريت مرتفة وهذا مش اشي اسبيسيفك يعني لجانس الارترايتس هو اي اوتوميون ديزيز ولا اي انفليميشن في جسم المرفعلي بس انا متوقع كونه الانفليميشن عن الاقل الاقل اي اي اصار مرتفة فانا اذا الشخص اجا حكالي انه عنده الاي اصار مرتفة وعنده الاعراض اللي حكيتها خلص يعني البيوبس هذي كونفورماترة فببلش مباشرة معها في الكورتيكوستيرويد انه اذا ما عمد زي هيك حالة المريض هذي يفقد بصر طيب السيكاندريكوزز الثاني اللي بهمني هان هو الانتراكرينيا الماس ورم عدماغ طبعا هذي انت كيف انت بدك تكتشفها ورم عدماغ بمعنى انه الورم بيزودلي بالضغط جوه الجمجمة هلو الورم اول شي بيكبر بصرع او ببطوه ببطوه فبالتالي بكونوا جراديول وبروغريسيف يعني اول شي المرض ما صار بين يوم وليلة وفي نفس الوقت بمرو الوقت بزيد فهو جراديول كرونيك ببروغريسيف طيب الصداء او الورم هذا قصدي احسب من وين طاله حيعمل لمجموعة من الاعراض بس بدي اعرف كم معلومة بسيطة انا دفترة انه هذا البريم هذا اللي بالاحمر فرونتال لوب والي بالازرق هاي البريتل والي بالبرتقال وورا الاكسيبيتل والي بالزاهرة هانا هي التمبرال لوب انا بهمني اعرف اللي بالاحمر هاي الفرونتال لوب هادي فيها كل اشي موتور اوتونوميك وصوماتيك يعني حركة العضلات وحركة الاوتونوميك سيستم اعتمدة على منطقة الفرونتال لوب البرسوناليتي تاتك والتفكير والذكاتاك باعتمد على الفرونتال لوب فبالتالي الورم لو طلع في المنطقة هادي حيلعب لي فضولة كلها اول شي بعمل لك ابليبسي موتور فبيخليك تقع تتشنج شانك حانا ما بنجي نحك عن الابليبس نحن نلقى انه من السكندري كوزز تعيتو براين تيومور اثنين التيومور ممكن الى حد ما يأثر لك على الكوغنيشن لانه هو طالع من منطقة قصة مسؤولة عن الادراك والتفكير والذكاتاك فممكن يغير لك الشخصية ملك برسوناليتي تشينج التيومور ممكن يطلع لك من منطقة مسؤولة عن الاتونوميك نيرفا سيستم فبتلقى انه بظل يعمل لها إيروتاشن فبتلقى انه الاتونوميك فونكشن عندك متأثرة ضغطك مرة يطلع مرة ينزل زي هيك اي اشي ثاني طلع من انه استطاع بيسح يكون عامل لي سنسوري يعني مثل او طلع اللي في التمبرالوب التمبرالوب هي مسؤولة عن الذاكرة ومسؤولة عن السمع والشغلة هاي التمبرالوب هي المسؤولة عن الرؤية والسنسوري اريا السنسوري اريا اللي هي البرايتل يعني حس بخدران في ايده و ايده فقيلة تقريبا نفس فكرة المايجرين لما كنا بنقسمين هاي زي هيك انه على حسب الفاسو كونستركشين وين بيسير طيب طيب ما انت بشك في انترا كرينيا الماس لما واحد يحكيلي انه عنده صداع جديد بعد عمر الخمسين سنة صداع جديد بعد عمر الخمسين سنة بيقول لك انه بزداد بالتدريج ومعان يرولوجيك المانفستيشن اللي هي سيجر مثلا او تغير في الشخصية او مشاكل في السمع شغلات زي هيك او في التوازن هذي بتخلينا شك انه عنده انترا كرينيا الماس فبالتالي هذا من الامثلة اللي حنطلب فيها صورة للمريض عشان نأكد لان انا اش بدي اعرفني في عندك ونا مع دماء او صورة سيتي طي فهانا بنا نطلب سيتي او راي الاسباب الثانية اللي ممكن تعمل يعني الصداع فاسكولر يعني زي واحد صارت عنده استروك استروك حكينا هي بتحتم المعنيين اما اسكيميا واما هاموريج الهاموريج مش بيزود الانترا كرينيا لبرشر فهي بالتالي هيعمل الصداع انيوريزم رابتشر وبيجيك هانا عندك الصبارك نويت هيموريج اللي هو صدن سيفير هديك مع نيروليجيك السمتم طبعا بس هو اللي بميز الصداع الصبارك نويت صدن سيفير هديك طبعا واحد من الشغلات اللي بخصوص الصداع هذا واحد من اصحابي صارت عنده لما كان بوصف لي الصداع تاعه يعني انا ما كنتش مصدق انه صبارك نويت هيموريج غير لما قرأت في التقرير اللي عنده انه كان عنده صبارك نويت هيموريج كانوا بيشطف وقع راسه الواجع اللي كان بحس فيه بعد ما كانوا بيشطف يعني ما كان بيفرق عن الايام اللي يقابل لما كان بشكيله انه هو مصدع يعني هو صحيح هديك وبيحكيله انه ما كان ينايمه بس ما حسيت انه بيفرق كثير عن الايام اللي كان بشكيله فيها ممصدع فعموما صبارك نويت هيموريج انت قسمه في بالك لان وعين وهانه هي اصلا تكمل الترك انا تروماتيك ونن تروماتيك النن تروماتيك هذا هو اللي بيكون فيه صداع سيفير هديك اما هو الورست بروغناصي لكن التروماتيك هذا اللي هو بيصير بعد ويضرب على الراسه وكذا كبروغناصي ممتاز وبالعادة ما فيه بداعي لعمليات ولا ايش يعني بس بحطوه في المستشفى من باب مراقبة والسيفيريتي تعتلي هديك الى حد ما يعني مدرت مش فاصل لمرحلة انه زي اللي بدي خبط راسه في الحيط من الوجه يعني زي ما انا كان متهيئذ يعني طيب هسه الصبارك نويت هيموريج الرسك فاكتور تعيته هو ليش العمر هايبرتنشن عشان ايك حكيت لك في محاضرة الهايبرتنشن انه ما يفطر عبالك انه لما واحد يجيك في صبارك نويت هيموريج هو موضوع الانيوريزم يعني ابسطها انه يكون عنده هايبرتنشن انه سبب الصبارك نويت هيموريج طيب واحد الكحوليك او بأخذ اللي هي زي الشغلات اللي بتزود وابتعمل فازو كونستريكشن بتزود الضغط ابسطها اللي هي النيزة الكونجيسين اللي بيستخدموه هاي البخخات الانف لما يكون انفك محتقن بيكون فيها افيدرين هاي كلمة فازو كونستريكشن يعني وبعبارة انا اخر بقولك الضغط او اي ادوية بترفع الضغط طيب شو الاعراض اللي بيجي فيها من انجزم اللي هي المقصود فيها الكارنكساين اللي هو لما انت اه تخلي ذاقنو يلمس صدر و برفع رجل اه اه ايش فيها فعالله الثاني ممكن ان تكون موجودة عندهم اه الهيب مش الهيب النيك لما يحطوا النيك على التشست بيحسوا بوجعه لما ترفع رجلي بيحسوا بوجعه في الباك اللي هي اتوقع كان اسمه الكارنكساين طيب الشغلات اهتاني ممكن تلاقيها هي المرتبطة بالهايبر تنشن عموما يعني زي ريتنا الهيمراج اه بس فيه شغلة وهذا بتخص العصب الثالث العصب الثالث احنا بنعرف انه هو المسؤول عن الميوسيز والميدرياسيز اللي هي بيوب الكنستركشن وديليتيشن هو المسؤول عن حركة كل عضلات العين الا السوبيلير اوبليك اللي هي بيغذيها العصب الرابع واللاتر الريكتس اللي هي بيغذيها العصب السادس طيب العصب الثالث الفايبر تاتو موزا كالتالي الداخلية هادي وخارجية الداخلية هاي المسؤول عن حركة المصل والخارجية هادي الاوتونوميك نيرفا سيستم اللي بتحكم في العين الميوسيز والميدرياسيز تمام؟ حسا العصب الثالث اول اشي يعتبر سيبثاتيك ولا بارا سيبثاتيك حتى ذكروا 1973 ايش كانوا بارا سيبثاتيك واصلا البارا سيبثاتيك كانوا كرينيوسيكرال المسؤول عن بارا سيبثاتيك وهو العصب الثالث المهم بس البارا سيبثاتيك اشبع ملخ العين مايوسيز تمام؟ وهذه حلوة انا كنت احبه في الباطني شو الحركة اللي بتعملها في عين المريض عشان تحكي تحولوا باطنة ولا تحولوا جراحة حسا لو البني ادم صارت عنده جلطة استروك انفاركشن اسكيميا مين اللي هيتأثر الفايبر اللي برا ولا الفايبر اللي جوه حسا الطبيعي البلد سبلاي داما مين بيجي من برا لجوه فاذا فيه اشي بدي يتأثر في الاسكيميا اللي جوه اللي هيتأثر فلو انا كنت افحص في عينيه وبقول له خلي عينيك يلحق انصبعي وعينيه ما كان بتحرك انصبعي او في عينه بتتحرك انصبعي بشك انه هذي شغله مرتبطة بالانتيرنال فيبر او الفايبر اللي جوه يعني هذا قصته حول لي اياه نيورو ميديسن طب اصاب او باطن اصاب طيب وبالحالة هذي الفايبر اللي برا ما بتكون اتأثرت فلو اضوي الضو في عينه حيصير كونستريكشن يعني في عنده لايت رفليكس طيب لو في ايش عندي حيضغط من برا مين حيضغط بالاول حيضغط على الفايبر اللي برا فلما يضغط عليها حيدمرها فاذا كان البر سنبثاتك بعمل لي ميوسيز لما تتدمر شو حيصير عندي ميدرياسيز فعنا لو ضويت الضو في عين المريض وما استجابت للضو يعني ضلت دايليتت هذا بحوله جراح معناته اما عنده برين هيموريج زي بحالتنا هذي او عنده برين تيومور ضغط على العصب من برا المهم في ايش ضغط على العصب هذا لازم يحول الجراحة يعني هذا من التركة بسيطة كيف تحول الشخص لنيورو ميدسن ولا نيورو سيرجيري بس فنانع فكرة الظهر طيب مندفع حيكون في عنده نك ليش لانه وانت في عندك نزفت في السابراكينويد يعني جاي بين السابراكينويد والبيا اللي هم جزء من الميننجز اصلا فانا لما النزف يصير يضرب في المناطق هذه زي انو بعمل لها الريتيشن فبعمل اعراض شبع عراض الميننجايتس اللي سميتها ميننجيازم هاي طيب من الاشكال الصداع الثانية اللي ممكن تشوفها برضو وسكندرا الليش معينة هي الساينوسايتس او التهاب الجيوب الانفية وبالعادة هذا هتكون عراضة مرتبطة بحساسية اه ولا حد ما بقدر يحددلك بالزبط موقع الصداوين لما يؤشر لك على موقع الساينوس يعني الفرونتال لوب صاينوس او الاثمويد يعني بقدر حددلك بالزبط موقع الوجع ممكن نكون معها سيلان في الانف فاشال تندرنس في المنطقة اللي فيها الاحتقان او الصاينوسايتس حيكون فيه وجع او حسا الصاينوسا كونه انه الى حد ما موجوده في الوجع مرتبطة بحساسية ونازل ممكن تأثر حاسة الشم فيكون في عنده انوزمية ما فيه شم او هايبونزمية وكونه الصاينوسايتس يعني الالتهاب في الجيوفين في الموضوع ممكن يكون معا فيه بر طيب كيف بالعادة انو هذا ممكن ان نعالجهم بالعادة بالديكنجستين او مضادة الاحتقان اللي هي قبل شو كنا بنحكينها من الشغلات اللي تعتبر تريجر للصامبر اقنودي هاموريج طيب ايه انا بقول انو مرات انو الشخص عنده صينوسايتس فكرونه عنده مايجرين فمن هان انت انك تكون ماخذ هستوريا صح لانو كلنا امناهوا على الصداع فيه له طريقة في التعامل الخاصة فيه لما بننيجي كمان شوى للتريتمنت طيب طيب كيف هست من خلال الهستور بدنا نعرف انت عندك هينومن الصداع بنوخ السوكريت كملة يعني على حسب الصيطة صداع انا بقدر اميز مثلا او اختصر او استثني كم نوع صداع يعني اذا حكالي بايلاترال وما ياخذ كله الراس ممكن افكر بالتنشين هيدك او البايلاترال مايجرين اذا حكالي يونيلاترال وحوالينا العين بفكل في كلستر حكالي اشعر له على منطقة الجيوب ممكن افكر في صينوسيتس اذا حكالي في عندي نيك ستيفنس رقبته وبتوجه مع الحركة وكذا وصدن سيفير هيدك ممكن افكر في صبارك نوذيام ورج لو حكالي كرونيك وقرديو ويزيد وهو عمره بعد الخمسين بفكر في مين انه في عنده انتراكرينيالماس لو حكالي انه الشخص هذا في عنده جاوكلاوليكيشن وديبلوبية ولما يمشط بتوجه بفكر في جوينس الارترايتس ولو حكالي انه عنده لو ما صلى اسلام محمد انفلوانزا وانفكشن وكذا يعني مش هتعتبر طوارئ يعني خلص انه بتروح لحاله طيب طبيعة الوجه برضه ممكن تساعدني يعني اذا بكل حاس بوجه زي كنه في شي ضاغط بفكر في تنشن ولو في شي زي بينبض مايجرين ولو اشي بيطعن كلاستر طيب هسا الريد فلاغ اللي هي بنان على اسباب السكندري يعني انت لما بتقول شوو الريد فلاغ تعت الهدك هي نفس اسباب السكندري يعني صدن سبير هدك صداع بعد عمر الخمسين سنة في جو كلاوديكيشن اه بيش شغلتها السكندري يعني هذي الريد فلاغ طيب اه عنده السيستيماتيك إلنس اكي انا هذي تقريبا نصفكتجان ارترايتس نيورولوجيكال صاين ما لازم احملها لانه ممكن يكون في عنده مشكلة في مخوز زي بحالة البرين زي بحالة البرين او ببليديم ببليديم هذا بتصير معايش بيزود لضغط الجوة الجمجمة ابسطها ضغط هايبرتنشن او تيومر او هيموريتش اي صداع بتحس فيه بعد ترومة لانها ممكن تكون نازف زي قصة صاحب اللي كنت رحكي عنه طيب اللابراتوري بكل بساطة هو الواحد اللي جبنا سيرتي مع اللابراتوري هو الاسار اذا لقيته مرتبع جاينس الارترايتس طيب السي تي والاماري هذولا اذا شاك فعيش في برين و تيومر طيب السي تي بتساعدنا عشان اشخص الهيموريتش والاماري هتساعدنا عشان اشخص الاوران ببساطة ودعم نحطه بالك السي تي للطوارئ والاماري لشغلات الكرونيك انه السي تي كتصوير هي عبارة عن كبسة زر زي زي الاكس ري بسهولة بتتشخص وهو من راح مترابنا لانه لو واحد عنده برين هيموريتش بده يقعد لي ساعة ولا نص ساعة جهاز الرنين حيموت جوا الجهاز فالسي تي بسرعة بشخص ومش غالي كثير مقارنة بالاماري الاماري صح سينستيف يعني بجيب لكل شي لكن في نفس الوقت انه باخذ وقت طيب اذا سنذهب على مبدأ العيان سيموت متشخص طيب لكن كل نوع صداع يعني ليش احنا لازم نبيز بين كل نوع صداع لانه مثلا الصبر اكناود هيموريتش الجونس الارتريتس والمايجرين ثلاثة صداع بس المايجرين سيكون علاجه بين كيلر مسكينات الجونس الارتريتس سيكون علاجه كرتوكستيرويد والصبر اكناود هيموريتش يعني لو اللي اضطرت للعملية انه حيعملوه ويفتح رأس ويفضل نزف ثلاثة نوع من الصداع كل واحد دلهم طريقة علاج مختلف عن الثاني عشانك لازم نتميز انتو شنوه الصداع اللي عندك طيب تحصل مايجوريتش ممكن تترك ممكن تعطي معها مسكينات زي نانستيرويدل او الباراسيتامول اللي هو سيدوامين المودرت له سيفير تعطي معها تريبتان هذا يعني المايجرين احنا بنحكي والمايستيتس مايجرين الصادة برضو نفس الادوية بس في مرات بيضعوه شغلة ابر بوتوكس ويتستغربوها انه بيضعوهم ابر معينة في المناطق معينة في البرين البوتوكس بيشل النيورون في المنطقة هذي فبيخفف الوجع طيب وبتكون بالعادة توقع كل ست وشير واللي هي كل سنة طيب انت اصلا شو اللي بيخليك تلجال الشغلات هذي انه الادوية مش مجاوبة معها طيب فلو بتقسم المايجرين كيلاج اول واحد ولو صارت نوبة المايجرين اعطيه مسكينات ببساطة يعني وفي ادوي مرات ممكن تنعط من باب بريفنشن طبعا الادوي هاي اللي بتنعط من باب بريفنشن هتلقى انه اسمها مره عليك الميكانيزمو في اكشن تعيتها ولا لها دخل فانها تستخدم فييلاج المايجرين يعني مثلا البيتابلوكر من كل البيتابلوكر بس الميتابربلولول والبربرانولول لقوا انه بحسن المايجرين او بيقلل فرصة حدوث التاك اللي هو من ادوية الصرع برضو لقوا انه من الشغلات اللي بتقلل فرصة حدوث المايجرين المايجرين الامتريبتالين والفين لفاكسين هذول مضادات افتياط يعني الميكانيزمو في اكشن تعيتها لا لها اجدخل فانه كيف يعلجوا المايجرين طيب ايه طيب ايه ايه هسه هنا في حالات معينة انه اذا كان المريض عنده هايبرتينشن هايبرتينشن ومايجرين خصة منطقيين البتابلوكر حتفيده لانه بيطابلوكر بثوات الضغطة وفي نفس الوقت تعالج المايجرين اذا كان المريض عنده اكتئب فحستخدم مع الادوى اللي قابل شوجب سرطة اللي هم الادوة بتريبتالين والبيلا باكسين هذول واذا كان المريض عنده مثلا صراع ومايجرين هستخدم مع التوبيراميت لانه توبيراميت انتيبليبتيك أصلا واذا كان المريض عنده مشاكل في النوع الامتريبتالين يعتبر منوم او مش شيء من المنوم يعني من الشغلات اللي بتناعز طبعا هذا الدواء في شغل بتميزه الدواء قادر انه يقلب لون اليورين ازرق هذي يعني بجوز معلومة غريبة يعني بخصوصه التوبيراميت من الادوية اللي بتسد النفس على الكل فلو واحد عنده اوبيزيتي ممكن يساعده برضه واذا واحد عنده رينانتسينومينة ممكن تعطيك الاسمينتشانبلوكر زي الفيرابامين او فلون ناريزين فيك بتصف انه عصفو رينة بحجر يعني هذي حالات معينة طيب هايبرتنشين مع هذا حكيانا ممكن نستخدم البيتابلوكر او كالسيمتشانبلوكر ترى لو عنده رينانتسينومينة كالسيمتشانبلوكر لو عنده مشاكل في النوم او اكتئاب ام تريبتالي لو عنده واحد صرار او عنده مشاكل في الوزن ممكن نعطيه توبيراميت طيب نيجع تنشين طيب هذيك هذي بسيط اذا بيجاوب مع النونستيرويدل والاسيتاماينة فينة اللي هو البارزيتامول او البانادول كنابي ما جاوب معه بتعطي ام تريبتالين لانه تنشين طيب هذيك من اسبابه اصلا استرس واحد يكون متوتر او مكتهب وكذا فبصدع فالام تريبتالين اصلا كونه يعني دوا في علاج الاكتاب ممكن اصلا يساعدك من هالناحيتين انه بحسن الموت ومن ومن ناحية انه هو نفسه مسك طيب الكلاستر هذيك نفس علاج المايغرين كبين كيلر بس فيه شغلة بتميزه انه ممكن تستخدم علاج الاكسجين في الموضوع كيف؟ حسه بنظرية الفازو ديليتاشن مش بزايد الانترا كرين البرشور انت لما تعطي اكسجين السي او تو بقل لما السي او تو يقل السي او تو من الشغلة تبقى الفازو ديليتاشن فلما يقل ايش بيصير عندي فازو كونستركشن فبرجع الانترا كرين البرشور بقل والصدع بخف طيب نيجي نحك سريعا سريعا عن انواع الصدع انا عندي برايمر وسكندري البرايمر هنه ثلاث عنواع الميغرين والكلستر والتنشن التنشن هو الموس كومن الكلاستر هذا تاع الميل والميغرين تاع الفيميل الكلاستر حوالينا العين وبتكون نافخة مع سهلان في الامث التنشن اللي هو بكون حوالينا الراس وطايت وبكون زي كان واحد بيطعا في الكلاستر في الميغرين زي كان واحد او او اشي نابض ثروبينج في السكندري كوز عند الجانس الأرترايتس اللي هو كلاوديكيشن ومشاكل في الروية الصبرك نويد هموريج صدن سيبير هموريج وفي الانتراكريني الماس اللي هو انه في عندك كوينكي غردي والهيدك بعد عمر الخمسين سنة وكعلاج اما بين كيلر او بريفينشن للتريغر اذا كان في تريغر بحالة الميغرين يعني حسب الدرجات يعني اذا كان بيجاوب مع الفناجول كان بيها ما بيجاوب ما بيجاوب معه بروح اللي تريغتان ما جاوبت معه بروح بلجي للعبرة البوتوكس اللي حكيت عنها والكلستر بعطي معه اوكسيجين زي ما حكينا التنشين برضه ممكن اعطي معه اوكسيجين اوكسي اوكسي اوكسيجين